مرحبا بكم معنا مشاهدينا في يومية جديدة من يوميات صباحية دزن فيها في فقرة نصائح في التغذية دائمة رفقة سينابيل العياشي قد نتعرف على أفضل أنواع البقوليات والفوائد ديالها فقرة طاقة وليقة كوتش ياسين مقترح لنا تمارين لشد البطن بعد الولادة كوتش حمزة الحسيني في فقرة للأحسن مقترح لنا موضوع إقحام الأبناء في الخلافات الزوجية والبداية مع فقرة أمراض وحالة رفقة الأخي سائي ديالنا الضيف أو الدكتور إسماعيل إسماعيل أخي سائي في أمراض القلب والشرعين دكتور إسماعيل إسماعيل مرحبا بك معنا مرحبا بك معها ومرحبا مشاهدينا الكرة الله يبارك فيك إذا أنت كفاءة فلسطينية قرأتي في المغرب ومشيتي يعني البلاد المهجر سفرت لألمانيا في سنة 2009 نعم وقررت السنة الماضية أنك ترجع للمغرب يعني بكل يعني هذيك الكفاءة أو هذيك التجربة التي اكتسبتها في ألمانيا مرحبا بك عندنا مرحبا بك ومرحبا مشاهدي الكرام نعم إذا اليوم جتينا بموضوع ما نقول عليه هو الجديد وعند واحد سنة بحال هكذا الذي كنتظن أنه في المغرب وهو إصلاح الصمام الصمامات دي القلب عن طريق القصرة لك تفقى إنسوليسون نون الفازيف أكيد أن الصمامات عندهم واحد الدور الكبير لأنه ملك بالدور جميع أعضاء الجسم بالدم نعم إذن الصمام اللي يقع فيه مثلا إما خلل أو يعني تضيق الصمام أو اللي غد يتصلبوا لهذه هذه كل هم مسائل اللي غد يتعيق لي يعني تدفق الدم إلى مختلف أنواع الجسم هنا كترى عدنا بجموعة هذه المشاكل الصحية قديما كنات نقوله مش قديما يعني هذه السنوات الأخيرة تنتكلموا على الدور تنتكلموا على القصطارة تنتكلموا على عمليات جراحة القلب المفتوح الآن القصطارة خدت لي هذه المسألة ديال إجراحة القلب المفتوح يعني كنا نحاول أننا نحافظوا على الحياة ديال المريض من هذه المضاعفات الصحية اللي كانت تقدر توقع له من بعد جراحة القلب المفتوح خصوصا إذا كان شخص مسن نا دكتور يك أكيد أكيد أنا هذه الطريقة هي لتبديل الصمامات على طريق القصطارة هي واحد خاصي يقول بأنها عند 20 سنة أو المحالة الدارت 20 سنة عشانين سنة عشانين سنة عشانين سنة عشانين سنة عشانين سنة عشانين سنة روتينية في المغرب بدأوا تقبل بعض السنوات ولكن كانوا حالات متفرقة ممكن تقول حالات قليلة في سنة السبب الأول اللي كان المشكلة الأول هو تكلفة عالية مقارنة بالجراحة القلب المفتوح هذا كان توقع المعيق الأول اللي كان في تطور هذه التقنية في المغرب مع مرور الوقت الحمد لله ولا بالتغطية الصحية بدأت بعض المؤسسات اللي كانت تتكلف بهذا العلاج عن طريق تأمين طبي فبدأوا كي يظهروا الحالات أكيد كيبقى تكلفة مرتفعة مقارنة بالقلب المفتوح والكي سبب واحد لأن الصمام اللي كانت ساعد منه فادي بقيت تمنديلها شوية مرتفع السنة الصمامة غالية هو المتاريال هو اللي غالي المتاريال التي تبقى غالي مقارنتها بالصمام العادية اللي كانت ساعد منها في الجراحة ولكن خاصة نوضح لأستاذ المشاهدين بأنه ماشي طريق عن طريق القسطرة هو دائما بديل لأستاذ الليكس اللي سنعطوه المريض أحسن من الجراحة لا خاصة دائما ندارسوا الحالات كان الحالات اللي هي الجراحة كتبقى الحل المثالي والأحسن وخصوصا عند الناس اللي صغار في العمر الشباب لأنه عن طريق الجراحة عندنا نتائج في المدى المبعيد أحسن على مدة 20 و30 سنة وعن طريق القسطرة هي بالأساس بذات الفكرة للناس اللي هما كانوا حالات ميؤس منها مفقود منها لأننا ممكننا ندروا لهم عملية للقلب مفتوحة كبار السن مثلا تخافوا لهم كبار السن لأسباب معددة أول حاجة الريسك للبنج العام الانستيزي 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 الريسك بأنك تكون العضل القلب في هذه المراحل ضعيفة جدا فما تستحملش عملية ليا كبيرة ولكن أيضا بأنك عارفوا الناس الكبار في السن إذا أبقوا في لغيني ماسون كل نهار مثلا يفقدوا 1-4% من الكتلة العضلية يوميا فإذا ممكننا نتخيله مريض مداملية كبيرة عنده 85 عام 90 عام سيبقى 1-3-4 يام ناعز ما يتحرك مواله يكونوا بزاف المضاعفات عادل غيسك انفكسون هذه الميزة هذه التخنية ممكن مريض بعد 6 سواء يوقف على رجلها لأن بالأساس ندورها بنج موضعي بنج موضعي مرة نكون على التواصل مع المريض أثناء إجراء التدخل على طريق القسطرة يسهل لنا حتى إذا كانت مضاعفات نلاحظها مباشرة نعم نعم نسأل من بعد منها يبقى تحت مراقبة 24 ساعة بعض الدول الأوروبية أو المرضى يخرجون إلى لاندومة لغدله بحل ما ينواله نحن حتياطا يبقى بعض الدول التي تحت 6-7 ساعة تحت مراقبة وقلت أن البنج موضعي ندخل عن طريق الفخيد في فتحة صغيرة تقريبا 1 سنتيمتر أو 1 سنتيمتر وندخل وعن طريق هذا المتغير الذي لدينا طريق المتغير القسطرة ندخل وقلت القلب يخذ دام بلا ما نوقفه حتى في الجراحة حتى في الجراحة كان يوقفه بلا ما نوقفه هو يخذ دام سببا لدينا الطريقة كيفية تبتو هذه السمامة في المحل والنتائج العام هادي كان الحل سخون وحلية الشراجة متخنقت بزاف وعيت المدم كنحس بحل فلاس كيغوتو ليهني مشي لهد البيت ما كان صيب شراحة مشي لهد البيت ما كان صيب شراحة مشي لهد البيت قد كي الحجة يلوني نديك لكنيني دوني كنيني كيكساف الليل بزنالي لقد كي أولو بقى كي طلعا دين الان الفحم الرجلية الحقي لها تلين العلى خرج اليهماكت بيب تجيب البيت الليل في كنينيك تداد العملية جيت خلت هيكون بت هيك الشياء ليلة بكن هنا نهر الاخر ندخل لي باش ندير العملية قال لي انا ما تخاف مولورة عملية مشي بحى القلب فتوحة عملية غا عشرين دقيقة ان كان حسبين مجمعين حدايا دكشيتا قال لي الدكتور البناجة العملية كملت بقيت قريبا ترواجوا رعين عش من بعد دوس عشر ايام خرج بقيت كان تبعده في الدار تبعده وكان تبعده واحد دكتورة تانية دي القلب وانحمد الله بي خير وعلى خير دكتور اسماعيل حالة اللي معنا يمكنت هي اول حالة اللي يفتح تيلاء او اللي قمت له بعمليات القسطرة هنا في المغرب بمدلا تبديل صنوان عن طريق التقنية سكونابيلوتافي هذي كانت اول حالة كيما قلنا كان مريض لي هو ما شفناه في الوقت كان ميقوس منه حالة ميقوس منه لأنه نبقى مدة كبيرة بالعلاج بالأدوية كل شيء وقاعده فشل في عدرة القلب بسبب الانسداد في الصمامة لصمامة الأورثية وعن طريق تلك شيء وعن له مشكلة أخرى في الأعضاء أخرى قالت يناس في صنوات غنال فشل كلاوي كان مسيطة يعني ما قال من فوخ بالماء ما يقدروني تنفس ما يقدروني تتحرك يعني هما دول أعراض العراض كيف يبدو بشوء 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 بوحد آلم في الصدر ولا واحد النجاة الدخل غتيان يقدروني فقدروا الوعي ولكن مع الوقت العدد للقلب كثم تفشل لأنها تلك خصص ضخ ضد واحد الحاجز يعني عليها إجهاد على إجهاد فبتلك تنقسم العملية لأنها تتكلموا على قصور في عمل عدرة القلب ولكن ما تصل إلى هذا المرحلة تلك حتى العملية للقلب مفتوح فيها واحد مخاطر كبير لأنه عدرة مضعفة وكترد واحدة العملية له كبيرة فإذا حاولنا معاه بالأدوية حاولوا بالجراحة ولكن الجراحين وهذا الحاجة المهمة هنا بأن هذا القرار خاص دائما يتأخذ في الفريق الطبي يعني ما هي الوقت يعني كي يكون يعني واحد القرار دائما يتأخذ في الفريق تبك ما تقول لت يعني يعني تتخذ في الفريق ملتي ديسيبلينا بحال لك اللي كان معنا اليوم شكو اللي كانت دخل كنت ندخل لونيفخولوغ نتاعيك ولكن هو بالأساس كتكون سكونابل لعارتيم فريق طبيب القلب اللي هو مكون من طبيب القلب اللي يكون معانج المريض طبيب القلب واختصاصي بالقسطرة جراح القلب وشرايين والطبيب لدي التخدير والإنعاش فإذا إحنا لتدرسوا الحالة وإمكانية يعني القيام بدل عملية فإذا كان أكيد علميا كنقول للمرضى فوق 75 سنة كنفضلوا القسطرة على الجراحة وقل بين 65 و 75 كنتناقشوا الحالة بيناتنا وكنشوفوا في هذا المريض على حساب شنه هو هو غيسك إلى فتح وشنه هو غيسك إلى درنالوها التقنية في المدى البعيد على حساب الاسبعونس دوفي مدى الحياة اللي كانتوقعوا لن يكون الخيار أو القرار كنا نأخذهم مع بعضياتنا عادة القرار المريض يلعب دور ولكن لا يجب أن تكون هذه التقنية بحال الانلوكس لأن المريض يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يفتح لا يجب أن يكون القرار يجب أن يكون موضوعي لديه مصلحة المريض خصوصاً في المدى البعيد لأن المدى المتوسط والقصير رغي والمزيان ولكن يقدر إلى ما كان هذا القرار المناسب من بعد 15 عام عشر سنين تكلمين لدينا ويجب أن يجب أن يجب أن لأنهمية لديهم 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 نظر من ركاً عن طريقة تقنية لطافيا عن طريقة الفخد لدينا حاليا المثبت لديهم لايمكن لديهم 10 سنوات ومن بعد 10 سنوات يمكننا ركبوا واحدة ثانية فستنا تكون مدى أحد هنريم ثلاثة ولكن لدينا ويناكم مرة واحدة هنريم في نفس العام إليم ويمكن أن تركيه في فسط منه بعد 10 سنين وإنه سنة أخرى وفرنا له حالي 20 عام حسابياً 75 عام حسابياً 75 عام حسابياً 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 20 عام حسابياً 20 عام إذا كانت 3 عمر إذا جاءنا إلى هذا الحال وقد هدرنا مع الجراح الجراح رأى أنه كان ريسك كبير على الإفتاح فأولنا في الخيار وما ستجعله بحلقك ولم لا العمر بيد الله ولكننا سبب وكان سبب إذا توفر التقنيات والوسائل نحاوله وكما نرى هذه المريضة بعد عام ونصف والحمد لله بعد أن كانت حالة مئوس منها تبدلت لها يعني حتى العمر فالقدرة الإلهية والمجهودة ومكادة كثيرة تبارك الله وكانت لوف العمر حتى كان حالة مئوس منها حتى استرجاع حياته اليومية الآن دكتور تناعرفوا بالقلب وربعات صمامات نعم وماذا هذا القسطار تتعمل عليهم بربعة أو لا تقدر أنها تصلح لها صمام أو لا تصلح لها نعم مبدئيا الآن صمامات كلها لدينا إمكانيات كما نصلحها عن طريق القسطار لدينا صمام الأورتي موضوع صافي ولمحلول وهو أكثر حاجة لدينا خبرة وعندنا نتائج ونتائج فورية لدينا صمامات التي تصلح لها تصلح لها حتى الآن نحن نريد من ذلك حتى الآن أو نفس المجرد حتى الآن حتى الآن نقوم بعمل وتعرض أنواع والتداد والتكالي والتعرض التي نرى بها في المغرب بسبب الروماتيزم والحلاق على الأمر هنا هذه المقبضة لأنها تتوقع لذلك يمكن أن يكون هناك فرصة أن نفتحه القوس لذلك عندهم الحلاق موصول يتحيضه 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 يتحيض الأسنان يتحيض أكيد فهو من هذه العوامل وهناك يحدث عن طريق السماء هو أسل طريق لبكتيريا يدخل الدم وهذا البكتيريا يدخل أول شيء يستطيع السمام وكيف يحدث المشكلة ولكن لا يكون حالك كما يصبح الأسنان وهم يصبح الصمام يأتي الوقت حيث أنه يصبح الجراحة لا يمكن أن نصبح مصطرة لأنها يصبح فريطة وكيف تركبها يتحيضه كما يصبح جراحة نعم أليس أنه يصبح الأسنان أشياء ولكن على طريق الصمام يمكننا أن نعالج إذا لم تصد الكفارة وهو حديث معرفن صمام التاجي و السمام التلاصبات حيث هذه الانواع جديدة في أوروبا و الأمريكا تستخدموا هذا من العملية لا يوجد صمامات إصطيناعية أو إصطيناعية. ما هي الأشخاص التي تمنع لها تجلط الدم لكي يمكن أن يغدى أو لا يوقع لها أحد المشكل؟ ما هي التي تبررها تكلفة الصمامة الإصطيناعية؟ نحن نقول لهم أنواع صمامات الأساسية. صمامات الميكانيكية التي هي تقليدية وأقدم هذه عبارة عن صمامات ميكانيكية لمدة حياتها. مدى حياتها 25 عام لكن العبات الأساسية تقليدية الدم يتحضر بحقية الدم التي تجري الدم وهناك تدفع لكي تدفعها لكي تستطيع الترمبوزة هذا هو الأساسي. هذا هو الأساسي. البيولوجيك. تصوير بالغشار القلب مثلاً العجال أو حيواني. هذا لا يوجد عبارة الأساسبيرين حتى يشبه لدينا في الأول موات ومن بعد ذلك المشكلة التي تأخذ الدم المشكلة لهم طبيعياً مدد الحياة لهم في المتوسط كانت 15 عام لأنه 6 عام يمكن أن يكون لدينا نفس المشكلة ويجمع في الكلس هل يمكن أن تقترحوا هذه المسألة لجراحة القلب المفتوف في سنة متقدمة؟ لن نعطيك لكي نعيش هذه السنوات بل أن تقضي الله إذا كانت توقف العماران لأن تبدأ الصمام لدينا بعض المسألة لدينا بعض المسألة لا تقضي الإنسان ومعض المسألة لا ترى الإيكوغرافي هناك قياسات التي يتواجدها لا يجب أن نضيع الوقت لأنه يوجد المسألة والمشكلة التي يسعره والمسألة التي لا تقضيها فهذا يجب أن نقول أنه يجب أن تبدل ولكن لا تقضي العمار وفي بعض الحالات ترغبط المريض عندما توقف صغيرة ومعض المسألة ومعض المسألة ومعض المسألة لذلك نستطيع أن تبدأ الصمام ومعض المسألة معتل المسألة كثيرا ومعض المسألة ومعض المسألة ومعض المسألة من المسألة ومعض المسألة التي لا تريد أن تقضي من النوافيد. هل يخلون الورايقات والأشرافات الخاصة عليهم رائما يحلونه. ذلك لهم يخلقون وصد على حد الضوء شعور. قمع كل نبضة القلب. فهذا إبقائناتها للأسف و هذا أسباب خلال مقارنة المخرين. وهذا يمكن أن يكون هناك لشكل ما في المغرب عديدا في المغرب أو تسنيه و play. هو يحتاجونها. لا يملكون الكلام. إذن فهذا يتعني. ولكن يملكون القدرة الشرائية لكما؟ بالنظام الصحيح الحمد لله ثلاثة تغيير جدري وهو كبير وإن شاء الله سوف نعطي مقارنة مثلاً في دول مثلاً ألمانيا يدرس 36 ألف حالة في العام هم 80 مليون نسمة في بورتغال 1610 مليون نحن نفضل مئة حالة في المغرب تقريباً مئة حالة في المغرب إن شاء الله سوف نعطي مع الوقت وهو إن شاء الله بفضل تضافر الجهود والحمد لله تغطية صحية ومعامة والكفاءة لها كينا فإذن دائماً نجمعه لكي نأخذ القرار الصحيح في مصلحة المريض بغض النظر يكون الجراحة ولا عند ترك القسطرة ولا عند ترك الفضية تبارك الله لك دكتور إسماعيل كنت من لك مسيرة مهنية موفقة مشاهدينا نمر لفقراتنا صائح في التغذية السينابيل السلام عليكم عشق بارك موضوع دائماً مهم كالعادة نعرف أنك من مناصرين البقوليات علش الله بروتين نباتي فيه بروتينات فيه ألياف وفيه أيضاً ما عادية ما نريد أكتر؟ ما توفرش عنده الحم؟ ما توفرين عنده البقوليات؟ نعم 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 من وفيه الأخرين نعم aventure تطريبه النعم الكبارات نعم نعم لأن النصائح في العالم على التغذية تنصح بالاستيلاك في هذه النوع الأغذية للأسف و تنصطر عليها و تنصطر عليها و تنصطر عليها و تحمل مسؤوليتي فيها أن تنظلم هذه الأغذية و تنقص عليها من القيمة الغدائية سوف نعطينا غير عدس سوف نعطينا غير عدس خصوصاً هذا كل شيء مجرد و أنا أستطيع أن نعطي معك بعيداً خصوصاً لم يكن أنا و ليس بأسوالي إذا كان هناك أحد ضعف فيها لا تتعلقاً لكه سوف نضع عدس أو عدس أو عدس سوف نضد لديه سوف نضعها وأنت قاعدة و لا نضع عدس أو عدس أو عدس سوف نضعها لأسف الآن يمكننا عظيمة الغدائية لذلك لا ترى ناقص بحاجة لكل يدع سوف نأكل رئيس في السبب بينما يجب أن يكون في الأدس أو بلوبيا أو تسيطة اللوبيا أنا لدي العيد في السنان يمكن أن نموت عليه كما نشاهد في الأدس أو اللوبيا أو البصارة أو الحمص هذه دخلاف الخانة الأغذية للقيمة الغذائية هذا صعب أن نقارنها مع مادة غذائية أخرى هذه هي النقطة الأولى. نظره مثلاً العدس أو اللوبيا. غير أنه لنبدأ من الأخير. ما حدث يسمعناه؟ ونظره أن العدس تتضرني. اللوبيا تتضرني. لا يوجد مادة غذائية تتضرّك. نظره مثلاً. لا تتكلم عن الغازات. سواء الغازات أو عسر في الهضم. حيث لديك مادة غذائية تتضرّك لديك منها حساسية. أو لديك منها طوليرانس. تتخلق لك واحد لغيك. ونظره. إذا كان لديك مشكلة للعسر. أو لديك مشكلة للغازات. أو لديك مشكلة للألم. هذا يعني أنك في الطريقة الغذائية. التي تكون غير صحي. غير متوازن. لا يوجد لديك عملية الغذائية. لا يوجد لديك مجموعة الأنظيمات الليحية. عن طريق استيلاك الغذائية. ويجعل الجسم. والتي تبدل مجهود كبير في الغذائية. وتعطيناها مشاكل أخرى. لأن غنية بالأليف الغذائية. لأن غني مجموعة الأنظيمات الليحية. لأن غنية بالأليف الغذائية. لديها مجرد المضغط. لديها ناشويات. وفي عملية الغذائية يطلب مجهود كبير. يطلب طاقة. يطلب مجموعة الأنظيمات لكي نظروا هذه الأمضاء. كانت تغير تقليد ما في عام 30 عام هذا هو مشكل لعباس من المشكلة على غاز من أحد العدس واللوبي والهدف لنفزقه كل شيء يفزق مجال ونفزقه 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 لا أنه تطيرنا هذا ليس مشكلة ونفزقين، أكثر لنفزق هناك حالات مرضية التي لا يجب أن نتناول فيها هذه النوع البقورية على رأسها أمراض الكيلية لا يجب أن نتناولها بكمية مطلوقة لماذا؟ لأنهم غامرون بالبوتاسيوم تقريبا 800 ميلي جرام في كل مئة جرام وبالتالي يقدرون أن يخلق لنا مشكل كبير بالنسبة للناس لديهم مشكل كيلية هذه المادات البوتاسيوم التي تقرر في العدس و اللوبيا و البسارة تساهم في تنقية الجسم هذه المادات تقرب عن تنقية الجسم والديتوكس يمكنني أن نقوم بإمكانك عن بعض الأعصار للديتوكس أو يكون بإمكانك تعطي بإمكانك التمصيل لتخلص فرائز في شهر 8 والبتيق في شهر 9 من أجل تنقية الجسم وخمش الموسم لماذا لا تأتي القيمة القطاني اللي يتناكلون حتى تحشتا ويأتي كل حال بارد هذه أغذية تتخذها على الأقل مرتين ثلاث مرات في الأسبوع ليس في شهر مرتين تتعودونها على الأقل مرتين ثلاث مرات في الأسبوع سنويا كل سنة أجل تتخذها على الأقل لماذا؟ في حديد في حديد في حديد فيتاميات المجموعة البروتينات النشويات الألياف الغذائية أمراض العصر المالدي أمراض القلب والشاريين تقيم أمراض القلب والشاريين كوليستيرول تتخفضها من نسبة كوليستيرول تتخفضها من نسبة سكر في الدم تتخفضها من نسبة شخص لتنقية جسم ومهمة بالأماء كذلك؟ تتقيم السرطان تتقيم الباركينسون أو الزيميك تتقيم المناعة تتقيم المناعة أمرض لا يجب أن نسألها و ندخلها في العادة الغذائية مثلا ، لديها من هذه البقوليات مقارنة بوحدة الكمية للحمس نحن نأتي من الأخرى مثلا ، هذا الثاني ، عشرات المعالقة يكفي تقديرها في طويسة و أعطيها معك لخدمات تأكلها بالمعالقة ها أنت أعطيها بالمعالقة ، ما بالخبزي لا ، أنا كوكا أنا كوكا الوزارة المسؤولة بالتعليم ستوقع بها و تشراح تأخذ الرأي دينا في هذه المجهة التي تكتبها أعقب لنا أشاهدوا مدارس لتجمع منهم عندما قلبوا أسبق الغذائي والمدارس لا يتطابقوا عندما قلبوا أسبق الغذائي و الأسبق الغذائي لا تقبلوش. أنا مدراسة. كنا في محاضرة في مدراسة. تخيلي معي أن أحد الأب جاءت يقول للمدراسة. واليوم أعطيت أن أولادي غير عدس. يعني شوف كيف بقى عندنا هذه الفكرة. وهذا المنظور نحن في 2024. وبقى أن الناس تضمنوا بأن العدس طبق غير زايد. بأنه طبق لا فائدة فيه. هذه الفكرة هي الأغذية المهمة والضرورة هي التلميذ من أجل التركيز. هي هذه الفكرة. هي هذه الفكرة. لا يمكن أن يكون التلميذ والطفل الذي يركز في القيصب. وليس يكون العدس إلا مرة في العام. أمتفق معك. هناك مناطق هنا في المغرب. و هناك مناطق هنا تكون باردة. دائما كنا نربط البصرة بجوبة. لأسف لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. هذه الفكرة في العدس. أدح أدح هي أغذية. قلتها؟ أدح أدح له وهي رسالة من الله سبحانه وتعالى. العدس و الحماص نعم. هذه أغذية ليست تفسدها. تحرررررسالة عند الله أن تأخرى أن أغذية سبق التالي لها أن تستطيع المنزل. تأخر بأمان زيت النمي. تحررررسالة عند الله أن تستطيع المنزل. في حين أن الفريز والدلاح والتيخ والعنب والأغذية تتفسد رسالة عند الله تقول السلكة في وقتها لذلك العدس من الأغذية التي يجب استهلاكها طيلة السنة وبشكل أسبوعي الأغنبيات الحديد 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 والناس يمشون الحديد يمشون غير الحمدجاج الحوت لو أنك تناول العدس أسبوعيا لمدة طويلة ستأتي بكمية كافية التي تحتاجها هذا أخذت الحمد للكبدة ولا نفس الشيء ليس نفس الشيء ولكن استهلاك على المدى البعيد غيقيني لن نتحمل الفقر الدم الناس لا تتكلمون من الأسعار التي هي مرتفعة من الحمد والحوت هذا موضوع أخر لا أريد أن ندخل فيه ولكن أعطي البديل أعطي كل هذا النوع الأغذية لا يجب أن يكون لدي حمدجاج والحوت في طبق لا يجب أن يكون لدي حمدجاج في الأسبوع وأنا سأقول لك القطاني يجب أن تكون ثلاث مرات في الأسبوع هذا يعني أنني مثلا إذا تغذيت فول أو عدس أو القطنية هذا يجب أن نأخذ الحمد فقط سأعطي لي هل أعطي كمية؟ أنا في الفطور مثلا أنا مثلا في الفطور فأطرب خبز في الشعير فيه بروتينات وزويتها بلدية وآتي زيت الإغداء مثلا مثلا كليت هذا التبصيل العدس مع واحد أين ساراد جيت للعشاء شربت واحد زلفة بلبولة الشعير أرى بروتينات هذه أنا أخذت لك إذا كان شربت لك من الحمد تقوم بروتينات أخرى أرى بروتينات في الأغذية أخرى الخبز فيه بروتينات يجب أن أعرف أن نمونا هذه الخبز ندخل الجسم فالإستلاك من الأغذية لا تستطيع أن يجب أن يسل حتياجة لكي أخرى من الأغذية و او من النشويات نرد في الحلقة فالفاته هذه الأسبوع أشتريت في هذه الميقروني تخيمة تقوم بلدية فأنت ستجربة ستجربة مجم و اليوم و الملح المعدنية وهي كمية كنيرة لولا أصلا ليس لاتحكبون من أن تحدثهم من الإدثم دعونا نحو المبلغ هذا الحوار من أن تتحدث عن هذا المعلوم هؤلاء الأطباق وتدرؤون صور و الفيديوهات هل لم يتصورون بالإدثم؟ حتى لن يتحمل عدثم و القمت بها ونحن يحصل على قصة الشباب ونحن نعطيه الزوج من أجل المنصف ونحن نعطيه المثال شاهدتك ونحن تبصيل عدس هذا القطني طويلتها مكتب متواجدها في السوق الزوجة السيلاك السيطان ومهما سأعيد لماذا لا نستيقظ طاكوس شاورما أنا أنا لا أحد. أنا أنا لا يقرأ بشأن هذا الخيث. أشاهد أني لا تكون على حساب هذه الأغذية. أيضًا في الأسبوع توجد هذه النوعية لدينا مشكلة. ولكن يجب أن تتخذ هذه الأطفال، طال و التأتي. فالأروا على أكثر ولكن يجب أن تقول لي أن يخبرك يا در الأهوة. هذا خطأ. لأنك أن تسلوحوا عليه. تنقرأ شيء على شخص، تنقرأ شيء، تنقرأ شيء، تنقرأ شيء، ما بغى؟ ما تكون هو؟ ما تدري؟ و لديه شخص يربيه ما تكون هو هو يربيه؟ هو هو الأباء لن أضعون الأباء على أن أعطوا المثال لأسف إذا لم أربيت أحد تربية غذائية على أنه سيستهلك لي هذا النوع ذات الأغذية التي نرى أنا دائما أقولها وأكررها وأتحمل مسؤوليتي في الدنيا وفي الآخرة نحن الحمد لله الله سبحانه وتعالى تبغي هذه البلاد أعطانا مجموعة الأمور في جميع الجوانب لا سياحياً لا مناخياً لا ثقافياً لا فنياً لا غدائياً مجموعة الأمور لا يوجد بلدان أخرى القطاني من بين القواعد الأساسية من نظام الغدائي المغربي لا يوجد شدار غدائي عند أمي فاتنا وبو بشعين لا تجد فيها تحضير هذه النوع القطاني نرجع لها لعادة الغدائية وسنتفادها مجموعة من المشاكل الصحية الناس يريد أن يقوموا المناعة هذه الليلة لو ضجكوا لا يضع المناعة أعطي لأولادكم يأكلوا القطاني والبقوليات الناس يدروح للنموة عند الأطفال وأعطي لأولادكم يأكلوا هذا هذا يكبرون جيداً صحة جيدة نشكرك على التوضيح سبحاني على الوحس العفوة السينابيل تبارك الله عليك شكراً عودة للأصل تبقى مسألة جد جد مهمة نحن نشوفها في هذه الأمراض التي نشوفها في هذه السنوات الأخيرة للأسف نشكرك على التوضيح السينابيل مشاهدينا نمر اللحظة للفقرات للأحسن السيد حمزة السلام عليكم الحمد لله سبحانه نشكرك على الموضوع المهمة سأقول الموضوع كلها مهمة سبحانه عليك السلام عليكم اليوم سأتكلموا على الخلافات التي يكونون بين الزوجين والتي يتم حامل وليدات فيهم أكيد لا يوجد مشاكل زوجية رب العكس إذا لم يكنوا خلافات هنا هو المشكل يجب أن يكونوا خلافة لا يوجدوا نية ولكن خلاف يختلف على خلاف كيف سيكون خلافة الذي سنقذر فيه هذا الوالد ليس لنقشه ويجب أن يكون مناوشاتها كما بالأزواج يمكن أن تكون لديها ولكن سأتطرع للوالد خلاف كبير سأتطرع للوالد أن يمؤذم نفسياً ويستطيع أعراض جسدية ويستطيع تطور الأمر بعد السلوكيات بحالة يهرب من المدراسة ويسرق ويسرق ويحارف لي ويستطيع ويجب أن يكون ويجب أن يكون أخرجت على هذه الوالدات ويجب أن يكون سيكون قتلت فيهم هذه الروح ويجب أن تكون تكون ويجب أن تكون ويجب أن تكون عنف الزوجي يجب أن يرى أن أموة تستضراب ويجب أن تتكلم عنه فقط في الخلافات التي يجب أن يكون ويجب أن يكون أخبرها ويجب أن تكون كيف ترى هذه المسألة؟ أخبرك الله لا أخبرك 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 وصفتي بالضبط الذي يوقع من الذي كان يقحم الأطفال في الخلافات الزوجية وهو أمه يوجد رجيد سلبي ويجب أن نصفه بطريقة وصفية ويجب أن نقولها كيف تقع في المجتمع ولكن اليوم إن شاء الله سنرى الميكانيزمات التي توصلنا لها وكيفية التأثير عليها الخلافات الزوجية كيف قلت هي ضرورة مهمة عادية كتكون ما بين الأزواج تماما ولكن الطريقة التعبير عليها والحدة والفريقانس والوطيرة لكي تتعود نحن نرى فقط لأنها شيء عادي ليس شيء عادي لأنه يؤثر سلبيا على الصحة النفسية للأطفال كيف سأشرح لك أول الطفل تكون شخصية الطفل تكون من شيء أساسي الأول نسموها طيب شيء موروط جينيا من 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 السمح قبل أن أصدق من حتى المترجم من تكون حامل و عالق تتعرض طيب أو بسبب الطرف الآخر هناك ارتفاع مصوضة مما يؤثر على جودة المناعة التي بدورها تؤثر على سلامة الطفل وتعطيه من أهم المسببات لمرض واحد لتأثير كبير الطفل المنكيزات يكون جمعين وحمولة من الحملاء يوجد جينات ويوجد شخصية الإنسان من خلال الواقع المعاش وهو من المحيطه الطفل يأتي بالمعتقده المرحلة الأولى هي مرحلة إسفنجية يوجد مرحلة عمورية المرحلة عمورية تمتد من صفر إلى سنتين إذا الطفل شاهد خلافات وسموم رأيك يمتسها كاملة وهنا قد ترسخ في المرحلة العمورية مهمة وهو في الأساس الطفل يجب أن يكون معرض إلى عاطفة إيجابية ماشي بالقطرة وماشي بالقل إذا قد ترسخ هناك تهوى جانب سلبي الطفل تؤثر يجب المرحلة العمورية الثانية وهي مرحلة التقليد مرحلة التقليدية تكون من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات هنا الطفل يقلد أي شيء كثيرا في المحيط الصغير وهو الأب والأم والأسرة الصغيرة يعني بما إلى شاف خلافات سامة وحدة وصلت العنف وصلت إلى العنف اللفظي وشاف أنه هناك تهوى رمش دائم من غير العنف أو الضرب هو السلبي رحت السكوت المراضي هذاك عدم وجود خلافات فيه المدرسة ينبغي عليها أفضل المعلم عن التقليد هذا المعلم لأن المحيط الصغير سننتقلون إلى المرحلة العمورية التي تنتد من 6 إلى 11 سنة وهي مرحلة التقليد يبدو أن يرى المحيط الأكبر وهنا للأسف نرى خلافات المدرسة لا يوجد إحتضان إيجابي ويكون نفس النوع من الطفل الذي يعيش في الأزمات يبدو أن تشارعها على مستوى المدرسة أنا لدي سؤال تسمع الكثير من أن هذه الولادات أعطيهم أعطيهم دولار موغ والأسف يرى أن الأب يريد مراته يريد أن يدخل من الخدمة يقبل زوجته يعني أحد الحبت يقول لك إلا راهي للأسف نرى وخها ككرة يعني غير بعيدة مثل تكلمش على دابا ولكن كان عندنا عيب أن بباك يدخل الضار يمشي عند مراته يعني كان الإظام أسري كان منظم كان يعتبره عيب وضعف كانت عاطفة عن الأم والمسؤولية القاومة كانت للرجل كانت واضحة وقع تغيير على مستوى البنية الأسرية التي خلق فيها اختلالات إذا دابا إلى شفر الوليد أن الأب يحب الأم يحب الأم يحب الأم فأظن هذا اللاموغ الذي سيشوفه سيكون كافي لا نقلب فيه على براها لا ننشوش بعيدة معها نحن كبرنا فيه كبرنا وعمرنا ما والدنا كانت خاصة لم نشوفه هاش هل عمرنا وشفنا مشاكل والدنا كانوا المشاكل كانت تحلوا بعد ونحن ذي لم نشوفه هاش كنت سادتين عليهم أنا شخصيا أنا كبرت في هذا الشيء يعني اليوم بدون دراسة بدون علم نفس تعلمت على أنه نقدر نكون مختلف وشفت والديك يسير البيت على ما يرام وهذه الثقافة النفسية وردناها من خلال الأخلاق اللي عدنا فيهم اليوم مشاكل وقيم ولي نكمل لك ما هالمشكل في نكين هالتراكمات المعتقادية يتسير بي من كنصر مرحلة الصدمة اللي كتكون من 12 إلى 17 سنة يخرج طفل مليء بالإضطرابات النفسية اللي كيكون فيه عرضة إلى ارتفاع مهول إلى التوتر ومساوى الضغط ما كيف يقع معها؟ غطرة مراهقة وهنا ستلاحظي كأم بابوغ اللي قبل تفهمي لي لأن الطفل عندك تعرض للإنترنت هذا ما رحي العمر اللي قلت لك من سافر 17 سنة الضغطات لماذا؟ لأنه تعرض لمحيط أكبر هو صغير لمحيط أكبر المستوى الضغطات لم يكن أكبر خمس سنة لماذا؟ 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 هذا هو مستوى التوتر من أنه يخرج إلى مستوى القياسي هذا يعني لو كان خائف يتسير بي من خيسط يتسير بالإسترغط ما لم نرى هذا في المجتمع هذا يعني لو كان يضع المستوى الضغطات يتسير بي من خارج أو يتسير عزان مرضي وهذا ما يفسر الأول ارتفاع مستوى الضغط ثاني يذهب إلى إطراب قطبي يعني سيذهب إلى الإنعزال أو الهستيريا أو الهوز هنا سيطح سيطح في أحد الأشياء مشاكل اجتماعية كيف نكون طفل يعرف أنه إلا غضب سيربح أو خسون عازل ونبدأ نكون جين مراضي تماما هذا جين مراضي ونصل لك إلى مرحلة الصدمة التي قلت لك مرحلة المراهقة إلا تجد حضب مراضي المخدرات أصدقاء السوق نحن هربنا من شيء مهم الوالدين يجبون عبارة عن شرطة فكري طفلي يجبون أن نعرف ماله مشاكلة أنا والزوجة لي لا يوجد علاقة مع تربية الأطفال وهناك نقول تربية الأطفال لا يوجد علاقة بالأكل والشرب والدراسة هذا هو واجبات عادية المهمة لدينا هادية اليوم خلق جو إيجابي وشعري ومعرفة تسيير الخلافات الزوجية ما هو الخلاف الزوجية؟ هو عبارة عن اختلاف وجهات نظر إلا تعود مرة وجوج وتعود ثالثة هناك عقدة نفسية عند لوكوب الخصير معالجته إلا العقد كترب هناك اضطراب على مستوى العلاقة الزوجية يجب البحث عن حلول شيء ضحي جدا ومعرفة تسيير الخلافات الزوجية أنا لم يكن نسمع باشي كان لدينا تسلسل معتقدات لكن لدينا تسلسل معتقدات إيجابي كبرنا في محيط هادئ لماذا كنت صغيرة لا تسلسل معتقدات لا تسلسل معتقدات هناك استقرار على مستوى القيم والمعتقدات كنا بحل بحالة الله يرحم لك الوالدين اليوم عائلة عايشة في نفس البيت وكل واحد عنده اتقافته لأنه هناك الفتاح عبر بوابة الانترنت وخلتنا نشوف أشياء كانت خلق عندنا أزمات اليوم الحل بسيط جدا أول حاجة قبل ما نفكره في الزواج أو نحن مزوجين يجب معرفة على أن الخلاف هو فقط اختلاف وجهة نظر قانون شو نحلوا بعيد وما يعنيش على أننا ما نقدره نعيش حياة زوجية طبيعية هذا كتدخل فيه ليغو وكتدخل فيه قوة مانيبولاسيون أو السيطرة للفوز عاطفيا ثاني حاجة استغلال الأطفال من أجل ربح مباراة عاطفية أو حرب عاطفية هو قتل إلى السلامة الطفولة وكان يؤدي إلى بناء جيل مراضي ثالث حاجة اللي هي مهمة بزاف على أنه الدور ديان لك أسر هي مساعدة الأطفال لأنه بالطبيعة العادية هو لك خلال ممجوج يبغي وبعضياتهم راجل ومرة ما عدمش خلافات وكينا صعوبة في التربية هاوليدات كيمشون المدرسة كيجيبون لك حمولة جد كبيرة من اختلالات لأنه سيكون واجدة باش نواجهها ما نزيد نكمل عليهم بطرابات أنا أخبرت أحد القديمة لمعرفت شكوة شنيت إجابت الفرصة من الباب تقولون كذا ستنهر من دراسة سيصنك تخلق كذلك 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 هو تخلقي صلة أمان مع الطفل الذي يأتي يعود لك أي حاجة لأن الطفل يحسن بالأمان ومشي بالخوف من خلال الهروب من خلال الهروب وكلما تكون علاقة صلة طبيعية لأن الطفل سيشوف الخلافات الزوجية لأنه سيهرب لك سيجد في طرف الثالث في الزلق وهذا يؤدي إلى خلال كبير المجمع ونحن نحن نسخ نحن نسخ ونحن نبني أسار طبيعية ونحن نحن نبني ونحن نبني العاطفين ونحن نبني العاطفين مبنيه على التواتر ونحن نضرب جيل بأكمله للأسف ونحن نشأه جيل مع طوبة لا تتحدث لم يكن تحدث لأنه لا يوجد حلول حلول كان من خلال بناء صحي ومن خلال تعييد خلافة زوجي لم يكن مرة ومن خلال ومن خلال ركني ونحن نبني ونحن نبني ونحن نبني في حمزاء شكرا لتوضيحة حتى نستفيد معك الله يبركي ختمه ميسك مع قد ياسين وفقرات الطاقة والحليقة ياسين السلام عليكم أيكم السلام اليوم هل تحدثنا موضوع يهم السيدات اليوم سأتكلم على سطر عضلات البطن بعد الولادة قبل أن ياسين كنا نسمع أو لا شد عضلات الحوض التي تطرخها أكيد مع الوزن لبابي التي تقلع على هذه السيدات اليوم قطرحت علينا واحد الثامن التي تقدر السيدات مثلا تقوم بهم في البيت ديالها إياك صح أنا قبل لما هالي بغيت مسرح واللي يستفدوا بزاف مني في هذه الحلقة وأنا بغيت نوضح الفكرة للناس أنه مني كتخرج لك الكرش من بعد الولادة كبدأت قولها خرجت لي الكرش وجوني تره ولات ولكن مني كنا نرى ما هكذا لأنه في هذه الفترة المراضية عادت بزاف الحواج من الجسم وأهمها هي الكتلة العضالية وأنا اللي بغيت نشرح لقاء الأمهات من بعد الولادة هو ما شيء مني تخرج لك الكرش أو المنيجي كذلك الوغلاشمون نتركز على أن المشكلة في الكرش مشكلة في عضلات أخرى وأننا هناك العضلات الكاتفين هناك العضلات الدار لأن البيبي يكون خارج وأن العمود الفقاري يأكل كثيرا 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 وأن كثيرا يكون المشكلة في العضلات وإنما يقول أن ينفروا هذه الفكرة أن نعصى على هذه المشكلة يعتبر هذا ترهولة لكي يدعون عندما يتصبح رحل برنامج الذي قدروا وعندما تفكروا فيها عضلات يستطيع نتجة على المستوى البطل سوف نعمل على العدلة البيئينيات التي تترخمها بعد الولادة تكلمنا عن بعض الولادة، أكيد فالولادة الطبيعية ليس لها بالفتحة أو الافتزارة، لأنها نحترق أحد فكرة معينة لا نحترق، أول شيء بعد ذلك، إنه هو الوقت الذي نقوم بها بعد الولادة ولكن أحياناً يقولون الأطباء، ويقولون شهرين أو ثلاث أهل لكني يجب أن تقوم بها نكسكات الطبيب، لإرقاء ما يمكنك استطاع الحمان لأن تكون طويلة، وإن كان سيتم تكلمين، ويقولون لك، وعندما سوف نكتع ويقولون، حسناً لا يكونوا أصابين في مرة أخرى، نجمع المسكو الأخرى لنرى مثلًا، لنقوم بحثة ماذا أسئلة يجمع التقليد للأسفل إلى مديرาน هيا، نبدأة معي، نقوم بحثة جزءة، أم أن نح Pilba ونقوم بقرعي ونقوم بعمل الكاتفين لأن هذه الكاتفين لنقوم بعمل الكاتفين ونقوم بعمل الكاتفين ثم منطبئ ثم نت peuple вып كان لي بر矢ievers و في فوقًا نحرك 9 و راد الحركة هنت لبداي بذلك و قمت برأس أخير بالمدقة لأن اسم هؤلاء الحادي م computed لأن اقضي första قمت اختبار حشي Juli و إذا است مدأاء القامل يبلغ قد ينظر جريkommen ما يريدون أن تفشكون تدام الموضمات حاول أن تدخل الكرش و تزير هنا و ترجع و ترجع و ترجع نفعل الحركة الأخرى التي سنفتح فيها الكثيفين من الوراء نجعل الدار المستقيم و نفتح اللور و نرجع نحاول أن نرى 2 متر و نفتح و نفتح و نرجع هذه الحركة مهمة و لماذا تتخرج لدي الكثفي حتى تبقى في الانحناء على استقيم الدار نحاول الموضمات و نحاول أن نتغلق و نحاول و نرد و نفتح و نفتح من10 إلى 15 مرة الحاجة التي ستبقى لكم في كلمات هذا الانحناء سوف يقوم بlessness حاول الدالة هذا التفاق يعني بأن ذلك المسكل في الت statistics مشكلة الموضوع في التفاق سوف نسمي أخري و مهم على عدلة البريني و نضمك في التعليقات نعش في طريقة قوة ونعطب الهبط ونقلب في حال سيكون لم ت الخفاف ونقضب مع السياول ونقضب اسجل فعال هذا التحسل ونجد القطاع بهم اللع�� مرخي ونقود صحياه ا Lit muito نعود حركة 15-20 مرة نشاهد حركة مستقيم نشاهد حركة مستقيم ثلاثة جوش واحد نشاهد معي ماذا نقوم بإمكانك نشاهد حركة مستقيم نحن نصبر حركة مستقيم هذه حركة كبداية isto مالا نصبر حركة مستقيم ثلاثة جوش تقوم بإمكانك لا تقوم بحركة قابل لا تقوم بحركة مستقيم نحس براسي تزيرت مزيان بدل المسكول الليالك يتزير عود يرجع نفس العملية العلاجة اخرى نزير خمسة اربعة ثلاثة جوش وادي درتي ربعات المرات درتي خمسة المرات تعييو لكل المسكول الليالك مزيان مني يتزيرو ساوي ديغ المسكول الليالك راخدم نمشيو الحركة ديال البطن على الدار ديالي شوفوا معاي مني يكون عندي الغولاش ماو في الكرش ديالي ما نضنوش بلاينا انا احنا الى درنا خمسة تعتاش عشرين راقدي نحيدو الكرش لا اول حاجة شنو كنديرو حنا كنقصحوا العضلة ديال الكرش اللي تترخوا لانا المرآن بعد الولادة كيتحلوا لي العضلة ديال الكرش ديالا وبين شخصة دير واحد لغيدو كاسا الحركة اللي قسنا نديرو حنا يا خصوم يكونوا بازي على هاد لغيتم هادا نطلح نزير نبقى واحد جوج ثلاثة نزير شوية حتى العشر ونصبر سوفر فالشيء اللي بغيتكم تعارفون اللي هي مهمة باش ما نكترش عليكم بزاف باش ما تبقوا عاقلين على الحركة فاش المرآة كتديرو الأوبيغاسون كيتحلوا ليها العضلة ديالا ديالا ديما منيك تجي تشوف كرشك كتلقى كرشك في حالي بالودي وموسكيل اليارك سيباغي هاد الحركة كي نصحوا بها الأطيبة من بعد الولادة تكون قالصة في الدار تاخد أي بلاسة فوق طاولة زربية تنعس تهزرج لك دخل الكرش ديالك لماكتموم وتأوض واحد شوية لتحت تحسب هنا تخليك هنا يشوفوا معي غادي تزير دخل كرشك تحسب عشرة سعود ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة جوش ونديرو نفس العملية على جهة أخرى ونحاول نصبر شوف منيك انها الزركابية ديما يبقوا ليبي ديالي مهزوزين ونحاول نتفع غير الحاجة اللي بغيتكم تفضل ليس كنت تفهموا وانفا كندفع رجلي جوج حركة تحت تدخلهم وكراشك صرتها تدخل الداخل تجمع الداخل تجمعها الهبط وصبر واحد شوية واحد جوج وهنايا الى دخلت يا غادي تحسب الموسكول لك كيرجع وكيرجع وكيرشد لوضعية دياليو اللي كان فيها في الول ونحسب من عشره حتى ال الثاني الى الخمستاشرة ثانية و نعود هذه الحركة من 8 إلى 10 مرات أخر حركة معروفة لأن نعمل في هذا مكان المكان سوف نقلس على الدار و نجعل الدار المستقيم و ندخل على الدار المستقيم و نضير الكرش و نحاول نتبر 38 حتى الثقائق إذا كانت صعبة يمكنك تحطي تركيبك و تجعل الدار المستقيم و لدخل الكرش و سوف تتركيبك و ماذا تحطي تركيبك و تحطي تركيبك و تستمع البرارس و تتركيب الطفئ اذا لم يتركيبك و يجعل półفاق نحن تحطي التخير و تنغيبك و تتركيبك و يقوم بكثير اليوم عسر التوانيق بدأت تدير عشرين ثانية وهنا الهدف هو أننا نقوم بعمل المسكول والمسكول يعرف كيف حدثتها أو غير خدمتها معه قدرت له أين أو أين أخوات ونشطي الدورة الدموية ونقدروا أننا نتخلصهم الغلاشمون لأن الله يسمح لنا من الوالدين من بعض الأولاد معها يقوم بأحد الغلاشمون كبير يسختون معها من كيف يفرحون بين العائلة ويقولون لك هل تكتلين رفيسا؟ هل تكتلين حلواء؟ حتى يتناولي حتى يشتروني نحن نحن سعيدة فهذا السيدة على الصباح هل تستطيع تديره لذلك في السيدة في الصباح؟ الأحسن في الصباح إذا كانت مرأة، فهل تكون مجددا فلا تكون مجددا أحسن قبل أن تفتر تأخذ واحد مرأة وبدأ تديرها وما يمكن أن تديرها وليس لا يكونوا في السيدة فقط نحن أبقى الماكلة نحن نحن بسكارية أكيد شكرا لك دائما لك تقدر حلين التمارين للسيدات كلهم يقدروا يديرهم في المنزل لديهم بصفر درهم ومكين ما تغير إياك ماذا تبارك الله عليك يا سين إذن مشاهدينا كانت هذه آخر فقراتنا النهار اليوم وننتجدد بكم غدا بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة